معنا في الاستدل للنقاش الباحثة الاجتماعية الدكتور عبداللطيف محمد الفوزان دكتور عبداللطيف أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار مساء الخير أهلا وسهلا حياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا بداية نريدك أن تعرفنا على الدور الذي يقوم به هذا المركز الوطني لأدرسة الاجتماعية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لإستضافة وبناء على ما أرض سابقا بالبرنامج يتكلم عن المركز الذي يقدم الدراسات يدعم الدراسات والبحوث من نواحة اجتماعية لتقديم صورة واضحة واستبصار كبير لصانع القرار عندما يريد أن يتخذ القرار يجب أن يشخص واقع المجتمع من جميع جوانبه فالمركز يدعم الباحثين خلال إسناد الدراسات لهم والدراسات هذه لا بد أن تكون تحت منهجية علمية بحتة لذلك لا بد أن تكون تحت مظلة مركز علمي مثل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية طبعا من جهود المركز أيضا ليس فقط في الدراسات وأنما أيضا جاء حديثا أو أنشأ حديثا بناء على موافقة معالي وزير المورد البشير والتلمية الاجتماعية إن شاء المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية نعرف العديد بالوطن موجود مراكز متعددة للبحوث الاجتماعية لذلك هذا المجلس يضمن التنسيق بين هذه المراكز لتحقيق هدافهم متعددة منها أن تتضافر الجهود بين هذه المراكز تقديم المخترحات والدعم والخبرات تبادل الخبرات أيضا إنشاء قاعدة بيانات لاستفادة منها يستفيد منها جميع المراكز البحثية أيضا محاولة ومساعدة المراكز الأخرى أثناء تنفيذ أو تنفيذ وإقامة المؤتمرات في زيادة النشر والدعم لها هذا المركز أأمل أن يكون مساعد لعدم التكرار بين المراكز بمعنى أن لا تتكرر الدراسات فيما بينها لذلك لدينا أمل أن تكون الجهود هذه المبذولة في المجلس التنسيق ليضم 24 مركز بحثي بين القطاع الأول الذي هو القطاع الحكومي والقطاع الثاني هو القطاع الخاص والقطاع الثالث وهي مؤسسات المجتمع المدني كيف تعمل هذه المراكز المجتمعة وبالتنسيق؟ هذا من أهداف المجلس التنسيقي عندما تعقد الاجتماعات والتنسيق فيما بينهم وإنشاء قاعدة بيانات والمعلومات للبحوث الموجودة حاليا لأجريت سابقا وأيضا لإجراء البحوث مستقبلا هذا يعني أعزز لدينا عدم يعني اطمئنان أكثر في عدم تكرار البحوث فلذلك يكون هناك هدر مالي وبشري في استغراق أنك تبحث موضوع قد بحث سابقا وأيضا تجميع هذه البحوث في قاعدة بيانات أو قاعدة معلومات يستفيد منها من؟ يستفيد منها صانع القرار ليسهل عليه اتخاذ القرار طيب من صنع يعني من مراحل صنع القرار يعني لابد من تشخيص الواقع الحالي فالدراسات والبحوث تشخص الواقع تكشف الواقع للمسؤول هذا المجلس التنسيقي اشتركوا في القناة